السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب العزاء سنة تلتة عدادي. اسعد الله وقتكم بكل الخير في حلقة النهاردة بنحل تدريبات درس الحمامة المتوقة من كتاب الامتحان عشرين تلاتة وعشرين. نبدأ على طول بأول سؤال صح أو خطأ. الاثار. الاثار ان الانسان يفضل الاخرين على نفسه. عكس الانانية. الاثار من صفات القائد الناجح. ايوة طبعا عبارة صحيحة. نصب الصياد شبكته وانتظر طويلا. لا انتظر قليلا حتى مرت الحمائم. عبارة خاطئة. نجت الحمائم من الشبكة بفضل التعاون. طبعا صح. ذهبت الحمائم الى الفائر ليقطع عنهن الشبكة. طبعا صح. طربت المتوقة من الفائر البدء بقطع عقدها الاول وتأجيل عقد صاحباتها للنهاية. العكس. عبارة خاطئة. السؤال التاني اكمل املأ الفراغات في المخطط التالي. الحمامة المتوقة. نهت صاحبتها عن ايه? نهتهم عن التخازل في المحاولة. ونهتهم عن الانانية. واوسطهم بايه? اوسط صاحباتها. اوسطهم بالتعاون والطيران الجماعي. العمل في جماعة. التعاون. واتسمت الحمامة المتوقة بالاثار المثابرة. وحب التعاون. وحصن التصرف والحكمة. السؤال اللي بعد كده المعاني في ضق فهمك الموضوع اكمل الجدول التالي. تتلجلج. يعني تتلجلج? يعني ترتبك او تتحرك. وعكسها تتزن. تلتمس لنفسها. تلتمس يعني تطلب. خليلتك. خليل يعني صديق او صاحب. وجمع خليل خلائل. الاغصان اللي هي الفروع. مفرد الاغصان. الغصنة. السؤال اللي بعد كده اسئلة اختر من متعدد صفحة مية اتنين وتلاتين. اول سؤال اول ما فعلته الحمائم عند وقوعه هنا في الشبكة. اول حاجة عملوها. طبعا التماس كل منها الخلاص لنفسها. صح. التخطيط للانتقام? لا. الانشغال بالتقاط الحبوب? اكيد لا. طلب العاون من الغراب? اكيد لا. اتنين حثت المتوقع صديقاتها على من اجل الخلاص? حسيتهم على العمل الجماعي. قرد العقد لا. اللي جؤل الخديعة اللي امتناعنا التعام لا. العمل الجماعي. تلاتة. ظهرت الانانية في القصة من خلال موقف من اللي كان اناني واكتفى بالمشاهدة الغراب طبعا. اربعة. توقع الغراب عندما رأى الصياد انه ايوة سوف يقتله او يقتل غيره. من سمات القائد الناجح الاستبت بالرأي. التفاخر لا. الاندفاع لا. ايبه حسن التخطيط. نهت المتوقع صديقاتها عنه. نهتهم عن التخازل. وطلبت منهم التعاون والعامل الجماعي. سابعة. طلب المتوقع من الفقر. فك عوقت صديقاتها اولا. بيدل على الشجاعة. بتحب الغير يبقى بتدل على الايثار. حب الغير اكثر من نفسها. السؤال اللي بعد كده. السؤال الاول. زعموا انه كان باحدى مدن فارس. مكان كثير الصيد. يعني زعموا. زعموا يعني قالوا مضاد مقبلا يتردد عليه الصيادون. وكان في ذلك المكان شجرة كثيرة الاغصان فيها عش غراب. فبينما كان الغراب في عشه اذ بصر بصياد قبيح المنظر مقبلا نحو الشجرة. عكس مقبلا عكسها مدبرا راحلا. مفرد الاغصان الغصن. جمع عش ممكن نقول اعشاش عشاش عشوش عشش. اي وحدة صح. اين حدثت هذه القصة موجودة في القطعة. احدى مدن فارس في مكان يكثر فيه الصيد. ماذا رأى الغراب? رأى صياد قبيح المنظر على كتفه شبكة وفي يده عصى مقبلا نحو الشجرة. وبما شعره? خاف طبعا شعر بالخوف. كيف فصر الغراب نجيء الصياد الى هذا المكان? فصره بايه? وايه القرار الذي اتخذه? فصره بانه جاء الى هذا المكان اما لقتله او لقتل غيره. جاي يصطاد. وقرر قرر ان يراقبه حتى ينظر ماذا يصنع. لماذا اقبل الصياد فرحا مسرورا? ليه الصياد كان مسرور? لان الشبكة امسكت بالحمائم بالمتوكة وصاحباتها. السؤال التاني نصب الصياد شبكته? نصبت الفاعل الصياد الفاعل شبكة مفعول به. هو عايزنا نعرفه? نقول له شبكة مفعول به منصبه عليمة نصب الفاتحة. ونثر دفاعل عليها جر مجرور الحب مفعول به. وكمن قريبا منها فلم يلبث الا قليلا حتى مرت به حمامة يقال لها المطوقة. وكانت ادي كان هي. فين اسمها? كانت هي. وسيدة دي خبر كانت. يبقى اسمي كان ده مر مستتر. وسيدة الحمام دي خبر كانت منصبه عليمة نصب الفاتحة. ومعها حمام كثير. فعميت هي وصاحباتها عن الشبكة. فوقعنا على الحب يلتقطنه. فامسكت. من اللي امسكت? الشبكة. تبقى فاعل. يبقى الشبكة دي فاعل مرفع وعلامة رفع الضامة. اختر الصواب. مراضف نصبه. يعني نصب الشبكة. سرق. خرج. اقام. اقام. اقام الشبكة. مضاد كمنة. كمنة عمل كمين. يعني اختفى. اختبأ. يبقى عكسها. اختبأ. لا دي معنى. ظهر. ايوة عكسها. عكس يختبأ. ظهر. السؤال اللي بعد كده بقى. كيف اوقع الصياد بالحمائم في شبكتي? نصب الشبكة ونفر عليها الحب. وكمن قريبا منها. فمرت الحمائم ووقعت على الحب يلتقطنه فامسكت بهن الشبكة. هل ترى ان الغراب مسؤول عما حدث للحمائم? ايوة طبعا. فسر اجابتك. هنقول له نعم. طالما هل يبقى لازم نقول نعم او لا? وتفسير الاجابة ايوة نعم مسؤول لانه لم يحذر الحمائم من الصياد. دال. للحمامة المتوقة سمات طيبة. وضح ذلك من خلال الفكرة. طبعا هنقول له ان الحمامة المتوقة اتسمت بالاثار والمثابرة وحب التعاون. السؤال التالت. فقال الغراب لأتبعهن وانظر ما يكون منهن. قالت الحمامة المتوقة في المدينة فأر صديق لي. فلو ذهبنا اليه قطع عنا هذه الشبكة. فذهبت الحمائم اليه وكان مختبئا. فنادته الحمامة المتوقة باسمه فقال لها من انت? قالت انا خليلتك المتوقة. فاقبل اليها ياسعة. الف هتمن الفكرة مراضف اسير وراءهن. امشي وراهم يعني ايه? بيقول لك هتمن الفكرة. يعني انت لو جبت اي اجابة صح ومش موجودة في الفكرة مش هتاخد الدركة. لازم تكون موجودة في الفكرة وتنقيلها بالزبط طالما هتمن الفكرة. اهي اسير وراءهن اهي. اتبعهن. يبقى اكتبه. اتنين مضادة عدو. لازم تكون برضو موجودة في القطعة. عكس العدو او صديق. يبقى صديق عكسها عدو. مفرد خلائل خليلة. جمع الحمامة. الحمائم. موجودة في القطعة. ايوة طبعا موجودة في القطعة. اهو. ذهبت الحمائم والخليلة. طالما هتمن الفكرة تأكد انه موجود. طيب فيه هنا سؤال برضو في النحو بيلصغ من الفعل الذي تختهه خط. اللي هو يسعى. الماضي ساعة ده سلاسي. عايز اسم زمان واسم مكان. هيكون على مفعل ولا مفعل. ساعة يسعى. لا ده مفعل. يبقى ساعة هتبقى مسعى. مسعى على وزن مفعل. وخطها في جملتين. تكون مرة زمان ومرة مكان. زمان مسلا او للصباح مسعى الحجاج. ومكان او المكة مسعى الحجاج. يبقى انا كده خط الدرجة. السؤال اللي بعد كده بقى ما الذي دفع الحمامة للبحث عن الفقر. كانت بتبحث عن الفقر ليه? حتى يستطيع ان يقرد الشبكة ويحررها هي وصحباتها. عما سأل الفقر الحمامة. وبما اجابته? سألها عن ايه? سألها من انت? وبما اجابته? اجابته انا خليلتك المطوق. طيب ماذا يحدث اذا لم يتعاون الاصدقاء مع بعضهم? لن ينجح. لن يتحقق النجاح ويسود بينهم الكراهية والبغضاء. واي اجابة قريبة اكيد تبقى صح. الايثار من صفات القائد الناجح. ايوه طبعا. ناقش ذلك من خلال فهمك للقصة. الايثار حب الحمامة المطوقة لصاحباتها. نبدأ نشرح لو نقوله استعداد المطوقة للتطحية والفداء بنفسها من اجل المجموعة. وحرصها على المجموعة اكثر من حرصها على نفسها. وطلبت من الفقر ان يبدأ بقاطع سائر الحمام. عقد سائر الحمام اولا. وبعد ذلك يقبل على عقدها. السؤال اللي بعد كده اربعة. لقد قررت القول علي كأنك ليس لك في نفسك حاجة. ولا لك عليها شفقة ولا ترعين لها حقا. قالت اني اخاف ان انت بدأت بقطع عقدي. انت مل وتكسل عن قطع ما بقي. اختر الصواب. مراضف شفقة. معنى شفقة? شفقة يعني رحمة. مضاد تكسل لعكس الكسل. النشاط. تنشط. بقى من المتحدث في الفقرة السابق? عندنا هو لقد كررت القول علي الفقر اللي بتكلم الفقر. هتقول لي طيب ما هي الحمامة برضو كانت بتقول اني اخافة. لا هو بيقول من المتحدث? مش المتحدثة. يبقى الفقر. جيم ما القول الذي كررته الحمامة على المتحدث? وعلى ما يدل. كررت عليه ايه? ان يبدأ بقطع عقد سائر الحمام اولا وبعد ذلك يقبل على عقدها. وعلى ما يدل ذلك يدل على التضحية والاثار التضحية من اجل الاخرين. ما رد فعل الفقر تجاه ما قالته الحمامة المتوقة? تعجب من عدم اشفاقها على نفسها. وازداد محبة لها ونفذ طلبها. ها من اشخاص هذه القصة? ومن الذي اعجبك منهم? اشخاص القصة الصياد والغراب والفقر والمتوقة وباقي الحمام واختار اي شخصية. نختار مثلا شخصية المتوقة. من امتحانات المحافظات نصب الصياد شبكته. جمع شبكة شبك ايه وصح. شببيك اشبك مشابك لا. مضاد قريب عكس قريب بعيد. قريبا يبقى عكسها بعيدا. السؤال اللي بعد كده بقى ماذا حدث للحمامة المتوقة وصاحباتها حين مررنا بالشبك? هنقول ان الحمامة المتوقة عميت هي وصاحباتها عن الشبكة. فوقعنا على الحب يلتقطنه فامسكت بهن الشبكة. اتنين علل نجاة الحمامة المتوقة وصاحباتها. ايه سبب النجاة? بسبب التعاون وحسن التصرف وتنفيذ اوامر القائد دون تردد. من القصة اختر. واحد الرأي الذي مال اليه نجم الدين حول تفسير مجيء التجرس القرلية هو رأي? طبعا رأي شجر الضر. انه من رجال ذلك الملك وجاء في زي التجار ليحكم التخفي. اتنين كان فخر الدين قلقا لي? قلت اسلحته? لا. تأخر الازن? ايوه تأخر الازن بالاشتباك. تأخر مجيء لويس? لا. خوف من الاسر لا. با اثبتت شجر الضر حكمة المرأة. وحسن تصرفها بعد وفاة السلطان نجم الدين. واضح ذلك. هنقول له طبعا ان هي اخفت خبر وفاة السلطان حتى لا تضعف من عزيمة الجنود وحتى لا يقوى ساعد العدو. السؤال التاني فاخذ الفقر يقرض العقد التي فيها الحمامة المتوقة. فقالت له ابدأ بقطع عقد زائر الحمام وبعد ذلك اقبل على عقد. واعادت عليه ذلك مرارا. يعني مرارا? يعني مرات كثيرة. شديد المرارة كثير المرور كثيرة التأمر. لا. عقد سائر الحمام. يعني حمام اللي هو الطيور. فليزق الملك لويس الحمام. الحمام اللي هو الموت. تردى الذل من يخشى الحمام اللي خاف من الموت. با. النجاة ثمر من ثمر التعاون. بين ذلك من خلال فهمك للموضوع. هنقوله ان الحمام المتوقة وصاحباتها نجت بسبب التعاون وتنفيذ اوامر القائد. اتنين. ما الذي تتوقعه اذا سلك الفقر مسلك الغراب? لو اكتفى بالمشاهدة ايه اللي هيحصل? كانت هلكت المتوقة ومعها الحمام اذا اكتفى بالمشاهدة فقط ولم يساعدها ولم يكن ايجابيا. من قصة الطموح جارية صح او خطأ? واحد. امتلأ جبل الطور بالمجانيق? امتلأ جبل اسمه جبل يشكر بالمجانيق التي تجرب لتحمل في السفن بدي عبارة خاطئة. اتجه نجم الدين الى اشمون طناح ليكون قريبا من دومياط? ايوة صح. باعلل اختار الفرنج دومياط على وجه التحديد لتحقيق اطمعهم في مصر? قلناها كتير قبل كده ليضربوا العرب لينتقموا من العرب فيها وينتقموا من طردهم منها من قبل وهي ورقة رابحة يمكن استخدامها في المساومة عليها بالقدس. وبكده يبقى احنا برضو خلصنا حل تدريبات درس الحمامة المتوقع من كتاب الامتحان. لايك للفيديو. شار الفيديو لاصحابك عشان يستفادوا. شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.